لليوم الخامس على التوالي يستمر تصعيد القوات الحكومية المسنودة من التحالف على ميليشيا الحوثي في الحديدة من ثلاث جهات تحاصر هذه القوات مدينة الحديدة في محاولة لإحكام الحصار عليها وإجبار الميليشيا على الاستسلام هل تم اتخاذ قرار تحرير الحديدة أم أنها إحماءات لتقوية الموقف التفاوضي فقط ما يجعل المتابع يتشكك هو إعلان تحالف والشرعية انطلاق عملية تحرير الحديدة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بينما يتم توقفها فجأة بعد أيام أو أسابيع مثل ما حصل في آخر عملية حين أوقفها وزير الخارجية الإمارة أنوار قرقاش بتغريدة في تويتر أواخر يونيو الماضي ظروف هذا التصعيد اليوم تأتي بعد تصريحة وزير الدفاع الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب في اليمن خلال ثلاثين يوما تلا هذا التصريح مواقف لمعظم الدول الكبرى بالإضافة إلى الأمم المتحدة تطالب بإيقاف الحرب وانسحاب التحالف من اليمن فهل هذا التصعيد محاولة لاختطاف نصر استراتيجي قبل إتمام أي تسوية سياسية؟ أم أنها صحوة متأخرة من قبل الرياض وأبو ظابي بأهمية تضييق الخناق على الحوثيين؟ منظمة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى أطلقت نداءات إنسانية لإغاثة المدنيين داخل الحديدة مع اشتداد المواجهات وتعرضهم لخطر أكبر وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي صرح بأن ميليشيا الحوثي اعتلت مبنى مستشفى 22 مايو وعددا من العمارات المرتفعة في شارع زايد القريب من المواجهات يدفع المدنيون فاتورة الحرب في كل مكان غير أنهم في الحديدة يدفعونها بالتقصيد ما بين تردد التحالف واستماتة الحوثيين فهل ستكون الأيام القادمة آخر آلام أبناء الحديدة؟ أم أنها بدايتها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر